السلام عليكم اهلا بكم في عالم اماني النهاردة تحدي جامد جدا تحدي المشتركين ان شاء الله التحدي سهل عليكم و هيعجبكم وكل مكوناته في البيت عملنا الوان جميلة زي ما احنا شايفين كده بالطريقة سهلة وحلوة قوي وايطرة من الكسبان التحدي ما بين جوجو سامح وهنا محمد يلا بينا نشوف طريقة جوجو سامح وهنا محمد ونقول مين اللي هيكسب التحدي النهاردة عايز اقول حاجة كمان ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجراز عشان يوصلكم من القناة كل فيديو جديد انا عندي قناة تعلم اماني تو اشتركوا فيها برضو وفعلوا الجراز او اتنسوا اعملوا لايك للفيديو شايفيني الالوان حلوة ازاي الوان جميلة 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 سليمات حلوة جدا جدا ونجحة جدا من وصفات المشتركين يلا بينا نشوف الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل وصفت هانا محمد اول واحدة هانا قالت هاتي غرا اوكي حطي معلقتين غرا هي ما قالتش اوكي بس انا استخدمت في الفيديو اوكي حطيت معلقتين غرا وقالت لي حطي شوية مية انا حطيت حوالي معلقة كبيرة مية هقلب كويس جدا جدا عشان اخفف الغرا انا عايز القوان بتاعها ولا خفيفة ولا تقيلة بس عايز اقول لكم حاجة لما بتبقى تقيلة بتقيل الاسلايم قوي انا عايزة لين وناجح وحلو فانا بخففها شوية هقلب كويس جدا ودي خطوة مهمة قوي علشان ادمج الغرا بالمية زي ما احنا شايفين كده بعد كده هبتدي حط لون هيا ما قالتش لون ايه انا اخترت لون على زوئي ياربي يعجبكم اخترت اللون ده حلو جدا 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 بس حاسة خفيف شوية هحاول تقيله شوية هحط لون تاني علشان حاسة خفيف علشان انا عايزة غامق شوية لان الجارة بتفتح اللون بتاع الاسلايم هقلب كويس جدا جدا علشان ما يبقاش فيه في الاسلايم لون واللون انا عايزة كله لون واحد ولون جميل بالشكل ده معانا كمان سؤال للمسابقة ما تنسوش تحلوه ان شاء الله سؤال هيكون سهل عليكم شايفين الجمال ده لون جميل تحفة جدا حلوة قوي بجد يعني عجبني قوي شايفين الجمال ده كده انا خففت الغرة وحطت اللون عندي معجون اسنان هحط نص معلقة بس مش كتير حوالي حتة كده معجون اسنان ايه فايدة معجون الاسنان زي ما قالت هانا محمد هانا محمد قالت حطي معجون اسنان بس انا حقول لكم ليه بنحط حطيت معجون اسنان لاني اللي بيخلي بيدي ليونة حلوة جدا جدا للاسلايم وكمان بيخليها تمدد عندي دينكار مدوبة في مياه نص معلقة دينكار بدوبه في نص معلقة مياه ده قد ده وبقلب حبة حبة وقعت كتر الدينكار بنعمل حبة حبة هحط تاني خايفة يكتر مني هحط نقطة صغيرة قوي لسه متحطش ايوة كده كده تحط لازم نقطة نقطة كده انا مش هحط تاني لان انا مش عايزة الاسلايم بتاعي يكون جامد انا عايزة يكون لين عشان اقدر اشكله زي ما انا عايزة لاحزت ايه لما حطيت الدينكار المحفز على السلايم بتاعي حسيت انه ابتدى يتقل وابتدى يبقى سلايم معي انا حطيت شوية كمان عشان حسيته بيلزق وانا مش عايزة يلزق شايفين حلوة قوي ابتدى يلف معي ويسيب الطبق زي ما احنا شايفين كده انا ما طفتش الكاميرا عشان اوريت كل الخطوات ناجح جدا انا مستنية رأيكم الوصفة بتاعة جوجو سامح اللي كذبت التحدي ولا هانا محمد اهي بالشكل ده طبعا هعمله كده علشان يلين معايا ويترا وينعم المفروض اني بسيبه يرتاح شوية طبعا اني هسيبه يرتاح شوية لما اعمل الوصفة التانية بتاعة جوجو سامح فهيكون احسن واحسن بالشكل ده شايفين ابتدى ينعم ولسه لما هسيبه يرتاح لغاية ما اعمل وصفة التحدي التانية هيكون يرتاح اكتر وهيكون احلاوة اكتر وتزود اهو بالشكل ده شايفيني اللون بقى اي رأيكم انا عايزة رأيكم في الكومنتات التعليقات بتاعتكم الحلوة الله الله على الجمال ايه الحلاوة دي نحطه بقى يرتاح ونعمل الوصفة التانية بتاعة جوجو سامح انا حطيت بريل اي نوع سابون اطباق عندك وحطيت كمان معين شوية زيت زيت طعام عادي وقلب كويس قوي شايفين هتلاحظوا ايه هنلاحظ ان السابون لونه تغير وتقل شوية بقى عامل شبه برسم الشعر كده الزيت مع البرل او اي نوع سابون اطباق عندك هينفع وبعد كده هحط دقيق شوية بشوية وقلب ونقلب كويس وقلب تاني وحط الدقيق لغاية ما يزبط معي وقلب ثاني بس احسيت بحاجة حسيت ان اللون فتح قوي ممكن احتاجة احط اللون هحط طبعا اللون مناسب وهو اللون الاصفر عشان السابون بتاعي كان اصفر فاتح زي ما احنا شايفين كده السؤال بتاعنا بيقول من هي صاحبة لقب ام البشر يا رب ان شاء الله تفوزوا معي او الاجابة صحيحة هسبت السؤال اسفل الفيديو مش بس كده هيزهر معي ان شاء الله في احلى التعليقات في الفيديو التحدي الجاي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس في عالم اماني وعالم اماني تو قناة التانية فرحوني واحنا عايزين القناة تكبر بالشكل ده الالوان جميلة وحلوة او وصفة جوجو سامح سهلة جدا وكل مكوناتها في البيت يعني مش هنشتري غيره ولا اي حاجة واللون الاصفر تقدر تحطي كركم تقدر تحطي اي لون طعام من عند العطار اي لون انت بتحبيه وكمان وصفة هانا محمد يترى من الله يكسب اللو سلام عليكم